اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تسويق الكويبة الواحد لما يسترخص وما عنده معلومات ينظر دائما نقول اذا ما عندك معلومات حاول قدر المستطاع انك تاخذ سيجارك من شخص يتحس انه ثقل او عنده معلومات شخص بالشارع شخص بالسجرام شخص بالواتساب اتقرب عليك لان هذا يلعب على الثقافة اللي عندك يحاول يشتغل عليك ويجملك الشغلة وهي مضروبة وبالنهاية راح تدفع اكثر من اللي راح تدفعها حق الشخص اللي فاهم وحاط له محل وحاط له امور لذلك دائما يتفننون في عملية تسويق وضاعتهم وشلون يوصلها وشلون يصيد الزبون اللي عنده ملاك بانفول اللي هو كمية غليلة من المعلومات بحيث انه يقدر يعرف السيجار المضروب يعرف الباركود يشم ريحة من الريحة من شكل الليبل من شكل الصندوق دائما يلعبون على هذه النقاق ويتفننون فيها مع ان الهضانة ما قصر يا جماعة لماذا تستكثرون على شخص فاتح محل وتعبان ويروح ويبغرار وينوع ويفرش لك ويعطيك وينوع لك ويفسرح لك وامورها لماذا تستكثر عليه فلس ولا فلسين ولا دينار ولا دينارين تحت نعالك اشتسوى عليك انك تنضرب ويبيعك شخص شغلة مضروبة ويضحك من وراء ظهرك ومااخذ فلوسك حاطها بجيبة ومستانس وبالنهاية انت تتحسك حتى تستحي تروح تقول له اترجعهم لان كل السوابغ اللي طاحت آه ديدي كلهم يستحون يروحون يرجع فالعملية خسارة في خسارة لا تتحسك بتعطي الريال حقه تعب يشتغل أسس ضبط عطي عطي حقه واخذ حقك عطي الخبز حق خبازة ولو كرنصة عيزنا وإحنا الفكرة مو ملامة ما علي المهم الهبانو ما قصروا حطروا في السايت ما لهم لك تقدر تشيك الباركود بس لازم يكون معاك بالتلفون قبل الله تاخذ البوكس تشيك الباركود تشيك الباركود هذي نقطة واحدة لكن شلي صير ساعات يغيرون السيقار اللي داخل البوكس فتحتاج تكون عندك معلومة وشلون تميز السيقار لأن يكون كلها لون واحد اللي يابل كلها صفة صحيح ريحة خنينة مضبوط ما هوناش في كلش معوي كالنعومة ده هي الفكرة كلها بالخبرة وبالإطراقات صج الساعات الإطراقات تكلف يعني عشان شلي مو الفكرة لنا الواحد يلوم ويعاتب بس والله من حرة القلب حرام فوص قعد ضيع على نصابين قعد يلعبون بحلال العالم ويقصون على مدخنين السيقار المفروض تثقف نفسك زيادة بزيادة وشوف البوست بيهيكي 56 بيهيكي 56 عايزنا وإحنا نقول البهيكي ما يهي إلا بوكس عشر حبات بوكس خشب لاكر وحوالي مخمل وفوقه كرتون لاي تيوب لاي باندل لاي كرتون لاي عشرين لاي خمس وعشرين هذا باندل ملفوفة بنيلون 25 سيقار محطوطة بكرتون عليها باركود عليها كل الخزعبلات ملوتها موجودة ولما تدخل البركود تفعلك فيلم تانا هذا القش البروفيشنل اللي قاعد يمارسونا بالكويت ونقول ويزعلون لما نتكلم يقولون لا نتكلم عشان أنتو تستفيدون يا أخي ما نستفيد من وراكم غير أن أنتو تستفيدون الحين شوفوا الفيديو اللي وراه بالبوست شوفوا واضح دقيق وعدل واستعوب العملية نعم نعم مجرد بحيكي مجرد كما ترى هذا عمل يمكنك هذا مجرد مجرد هذا مجرد قبل كانت مجرد وانا مجرد 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 ترجم بحيكي مجرد المجرد 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 والأخري الخصر والأخري الواقع هكي أخري الواقع بحيكي أدل إن البهيكي مايي إلا عشر حبات خشب مخمو وتعس إنه راغي هذا شغل الببلاش والسعر مغري والعملية لا ييب ولا يود كله ضحك وغش وزبالة داخل السيقار وما تدري شنو حاطين فيه مشكلة ما تدري شنو حاطين فيه لماذا تسترقص على نفسك تبي تدخن تبي تأكل لا تسترقص شوفوا الفيديو هذا البهيكي المشكلة ضرب كله على الكهيبة المدورو فايف هم ما سلم هم قاموا يلعبون وغشون فيه سواء ميجيسس سواء جينيسس سواء سيكريتس شقاضين على الكهيبة لأنه يدرون فيه ناس وايد متوجهين للكهيبة الكهيبة سيقار حلو بس الواحد ما يتوجه عليه وينقش فيه يكون حريص يشم رياحة البوكس يقول شموا رياحة البوكس شوفوا ألوان السيقار مرتبها صح ولا لا البارك هوت التاريخ اللي تحت بالكرتون كرتون بدون تاريخ استحيل يطلع من كوبة السيلي بين شكله غير خاصة مدخنة سيقاري عرف الليبل الدولار شون شكله إذا حسيت أنه متغير كش منه على ضوء خل عينك ميزانك دايما أقول شفتوا المادورو 5 ركزوا على ألوان السيقار ألوان مختلفة الكرتون البوكس الخشب الباركود يشتغلين صح على الهوليجرام يعني كل مال هم يطورون في عملية الغش والتفاصيل مالوات الأصلي يحاولون يقربونها لأكثر حد كلها في سبيل أنه يلعبون على عقلية الزبون بس في إشارات مستحيل يبون الأصلي مئة بالمئة مستحيل عشان كش ذي نقول أركز وخلي عيني ميزاني وطالع السيقار حبة حبة طالع الليابة طالع الرابر مالا شون صايف أشم ريحة إذا هو في ريحة ولا لا مستحيل يبون ريحة السيقار لأن يخمون لزبالة من الأرض ونسوون السيقار شوفوا الفيديو شون صايف من الزبون وفي هذا مدورو الفيديو أخر محدث في المنطقة يعمل جيد في هذه المنطقة يمكن أن ترى المنطقة الملحة يجب الوضع الملحة يجب الوضع ومعه مهمة وكسي من أجل الملحة ومعهاتي من الملحة هي مهمة هذا كبير ونقل في مستوى سألتكم المتصاريات من الكبير هذا المتصرف من الداخل لا يوجد مقصد الفيديو مدورو 5 مكو 8 المترجم لكي يمكنك أن تشاهده 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 لكي تشاهده تشاهده لكي تشاهده تشاهده جيدا ويجب أن تشاهده إن شاء الله هذا التشاهد يوضح وائد من اللي خافي عن الناس اللي يخف عليهم الإنسان ما يعرف كل شيء وحلو أنه يتعلم كل يوم شيء يديد الفكرة كلها كانت أنه نوضح الخفايا اللي قائد يستخدمونها بياعين الشنطة بياعين تأريب اللي حاولون يغشون مدخنين السيقار بطريقة أو بأخرى بتأليب سيقار أنواع عديدة أصدارات غير موجودة أصدارات موجودة ومغلدة شوفوا الفيديو شوفوا التفاصيل وانتبهوا حتى بالمحل انتبه وخلي عينك ميزانك الفكرة كلها من هذه البلسات أنه أنتم تستفيدون ما نبي نعتب زيادة على الآخرين الإنسان يتعلم من أغلاطه وأتمنى الكل يستفيد من هذا الفيديو ويسعد الله مساكم شوفكم على خير وشي آخر ترى مو غلط الواحد يسأل ولا عيب انه ما يعرف العيب انه يقول عرف وهو ما يعرف وينصاد وينغش ورجاء حلو الإنسان ما يعرف لأنه كل يوم يتعلم شيديد كل يوم نتعلم شيديد ما في واحد ثنان في كل شيء ويفهم في كل شيء نحن نتعلم لغاية ما نموت والفكرة كلها صالح العام فاسأل لا تستعي حتى لو سؤال تحس النتافة اسأل مو غلط مدام بتدفع الفلوس اسأل حقك فصما على اللي مايرضى واللي مايرض عليك هده ونشعلنا اسأل عنك أدق التفاصيل الشغلة اللي تبي تاخذها عساس تطلع مرتاح وقلبك مرتاح وامورك طيبة وفلوسك ببوكك وبضاعتك بيدك وتستمتن يسعد الله مساكم والله يوفكم ب Rosessa حسابة من الخ ederim بالضغط بهだυχ شكرا بإيقان